السلام عليكم معاكم اسماء ابراهيم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل طريقة الجلاش باللحمة المفرومة والخضار انا بحب احط معايا فلفل وطماطي ومزاتون بيدي تعمل اللحمة اللي عصاك بتاعتي احلو وبيخليه اغنى وبيخليه طبعا افيت كتير يلا بينا عالمقادير وطريقة التحضير اول حاجة هعملها هجيب لفة جلاش اللفة الجلاش تكون صبحة عشان ما تكونش متقطعة وتكون طريقة معايا وانا بحطها اه طبعا انا بحب اورق بالزيت التوريق بتاعك دا يرجع لك ممكن تورق بزبدة او بسمنة وكل ورقة احطها احط دهنة زيت وانزل بالعصاك بتاعي اه طبعا في كزا فيديو على القناة لطريقة تعليم العصاك هسيبهلكو في صندوق الوصف حطيت فلفل حار وفلفل بارد وحطيت طماطم وزاتون وهحط جبن اي نوع جبن انت حباه حطيه انا هنا حطيت جبن قريش اه انا بحب جدا نقل جبن القريش لما بتسيح بتدي مطة كده وحطيت جبن رومي برضو بتدي الطعم الشرق الى الفطيرة بتاعتي وبتدي برضو المطة طبعا تقدر تحطي متزرلة او اي نوع انت بتفضليه وبعد كده هابدأ اقفل الفطيرة بتاعتي واحطي بقى الورقات الفضلة معايا من اللفة الكلاش احطها بالتساوي عشان يكون شكلها منظم من فوق وطبعا ما تنسيش دهنة الزيت مع كل ورقة ورقة واكون مسخنة الفرن في الوقت ده على درجة حرارة 180 اه يعني هكون مسخنة حوالي 10 دقايق مسخنيك كويس عشان تجلاش بتاعك مش بياخد وقته خالص في الفرن هيدخل هيعد حوالي 10 دقايق انا هنا حطيت كباية حليب وده هيكون الشكل النهائي بتاعها وبس وهو ده فيديو النهاردة جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وبالفة هانا وشفا ولو كملتوا الفيديو للاخر ما تنسوناش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بينزل على القناة ولو عجبكم الفيديو استنونا كل يوم في فيديو جديد واكلة جديدة ووصفة جديدة شكرا